أهلا بحضراتكم من جديد طبعا دي تصرحات بيتسو موسيماني الكوتش بيتسو للمدير الفني للنادي الأهل مع سعد سمير قائد وكابتن الفريق في المؤتمر الصحفي بالأمس عايز أأكد بس على شوية تفاصيل معينة اللي ننبرح حضرات المؤتمر الصحفي كلام بيتسو موسيماني وكلام نصر الدين نبي الاتنين كانوا بتكلموا بشكل إيجابي جدا وكل واحد بيحترم الفريق الآخر يمكن في تصرحات خرجت بعد المؤتمر الصحفي من خلال لقاءاتهم مع العديد دمينا الزملاء والقنوات الفضائية لكن عايز أقول كم نقطة مهمة تقالوا في المؤتمر الصحفي وركزت عليهم بيتسو موسيماني قال يتعلمنا كتير قوي من مشاركة الآلي في كالس العام الاندي وعندنا شغل كتير هنعمله الفترة الجاية قال مش هشتكي من غيابات ولا إصابات لكن طبعا مباراتنا مع المريخ مواجهة صعبة لأن دايما المباراة الفرق السودانية مع الفرق المصرية تحديدا مع الآلي مباراة صعبة جدا قال جيد أن أول مطش هنا في مصر لكن طبعا مفيش طبعا أي أعذار ومتوقع أن احنا نعمل مطش كويس ساعة ساميري تكلم في جزئية مهمة جدا قال المشاركة قرار فني أهم حاجة الفريق بيقدي الفريق بيكسب بيعمل نتائج جيدة وأنا كواحد من كبات الفريق دورنا اللي احنا نساند الفريق بشكل جماع عشان نكسب كل المباراة اللي هنلعبها الفترة الجاية